عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء لسيما سبول دعم العلاقات مع الدول الافريقية وخلال الاجتماع أثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات التنائية مع مختلف شركاء الدوليين في كافة المجالات خاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري الافريقية كما أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا بما يلب احتجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية